اشتركوا في القناة الرب قتى وخلص ونحن عم نعيش الزكرة ونعمل لمغارة الميلاد منه حدث نتذكره الرب طالما في بشر عم تخلق بعد هالبشر بحاجة لمجيء الرب بحاجة لزيارته لأرضا مش هل هيك بنا نكون عميسال العذرة نحن من سهل مرور الرب ونحن منعرق له كل مرة بتلغي صلاتك كل مرة بتلغي قديسك أنت تعرق العبور الرب من خلالك لنفوس اللي بد يروح لإله مش هل هيك الميلاد مع الأشخاص يلي حدروا لمجيئه وعلى رأسنا العذرة هن سورة لكل مؤمن شو ممكن يقدر يعمل مع الرب في سبيل خلاص نفوس وإنتوا بتعرفوا الرب لا يأتي ارتجالي الرب يأتي من خلال حريتنا من خلال استجابتنا لندقه متل ما عمل مع العذرة نزلوا دق بيبة وأحسنت ضيافته استقبلته بقلب كبير واستقبلته بقلب نظيف واستقبلته بحب كبير وبإيمان عم تعلمنا العذرة كيف نستقبل ابنا هلأ أنتوا بهالقديس رح تتناولوه كيف عم تستقبلوه بأي قلب بأي إيمان بأي لهفي بحب الرب ننعشق فيه بحبنا أنه هيك يحس بداخلنا في عاطفة بتشدنا إله ما تستقبلوه ببرودي ما تستقبلوه من باب العادي الدائم بينجرح الرب كل مرة بيجي بزورنا ومنكون معه جافيين بيردين خلينا نطلب منه هو بيساعدنا يولع قلوبنا بمحبته نحن بحاجة إله هو ضايفنا تأملوا عطيكم حق كل يوم بتقدس تنزل السماء لعندك وتأملوا الإدّاس بأرخص الأسمان نحن منلغيه حيا الله شغلي بتطلع هايك بدربة بطير الإدّاس بروح على الترميلها هلقد الله رخيص عندي وهلقد أنا غالي عنده بشان هيك الميلاد حدث مستمر التجسد البشرية بعدها بأمس الحاجة إلى مجيء الرب لمصايب اللي عم نعيشوا اليوم على أرضنا سببه واحد غياب الله لا أزمات اقتصادية ولا سياسية لما نقل الله بغيب الشيطان بيفلح فلاحة فينا سمعين هاللغة الفيه كره فيه حقد بيتخاطبوا فيه السياسيين مع بعضهم هيدا إبليس مسيطر الشيطان شغلته يقسم يفرق شغلته يزرع يلغي الحب ويزرع الكراهية تعم نسمع اليوم ناس بتنطق بروحيته معناه تخرقنا والشيطان تقدر يخرقنا لأن الرب غاب بحضور الله ما بيسترجي يقرب لأنه مثل النور والعتمي طلعوا بس نضوت ضو العتمي بره ما بيقرب ما بتقرب إذا قربت العتمي لأنه تفيت الله بحياتي شايفين هالشر المستبد اليوم بعالمنا وخاصة ببلادنا انتوا بتبددوه كل مرة بتتناولوا وبتروحوا بالقربانة عبيوتكن أو على شغلكن أو على زياراتكن انت حامل نور والعتمي عم تهرب من قدامك كل ما بتقوها العلاقة مع الرب كل ما العتمي بتتبدد أكتر والنور أكتر بحل تتشوفوا الميلاد حدث قادرين نرجع نجددوا على أرضنا إذا عملنا مثل العدرة إذا عملنا مثل يوسف مثل زكريا وقالي صبات مثل الرعاة إنا نصغي لنداء السماء ونطلب أن يأتي إلينا الرب قديشنا اليوم بحاجة لزيارة العدرة لإلنا من قلبها بتجي وبعدها عم تجي أو لكون شو عملت بلورد شو عملت بفاطيمة واليوم شو عم تعمل بميديوريين عم تزورنا لا لأن استلمتها الحقيقة من ابنها على الصليب لما نقلها هاو دي أولاديك بشخص يوحنا فتح لأمومتها علينا كلنا صارت تحس لنا العدرة متل ما بتحس اليسوع متل ما الأم بتحس لأولادها هيك بتنظر لكم وصار كل مرة بتشوفنا بخطر بتترك السماء وبتستأذن ابنا وبتجي صوبنا تتنبهنا هاي دي المعنى طبعا الزيارة بس استقبلتها اليصابات عم الفرح بالبيت البيت اللي بيكرم العدرة ما بتخلي الفرحة فيه تغيب العدرة دايما نحضورها بالبيت اللي بيكرمها أو بيصلي ما سبحتها بس تشوف هالبيت في نكسي للفرح في غياب للدحكة للسلام بتجن وبتصرخ لابنا شوف شو بدك تعمل اللي عملته بعرز قانا بتعمله معكن ما تخافوا مشاكل ما بتخلص التجارب الحرب نادو مريم عاي طولة لقات المسبحة وبلش صليها وهين المسبحة ما تستهون منها انه كي بدي يصلي مسبحة أو ثلاث مسابع انتو نازل بسيارتك صليها انتو مسرب كفية عم بتعمل سبور عم تتمشى لقطها وصليها الام عم تعمل المناج بالبيت لقطها وصليها عايتي للعذرة وراح تشوفي لما بتطل مريم اللي صار ببيت اللي صباط بصير ببيتك تلاقي ابتهج البيت ريء لان العذرة ما بتجي وحدة حامل يسوع هي الولدته للبشرية كل بيت بنادية بتولد له يسوع فيه بيبلش الامان بزرط الامان بها البيت والروح الادوس بحل بقلوبنا هاي دي امومتها قلت لكم ما زالت لليوم بعدها عم تزورنا مستشعر العذرة بالخطر شو عم يعمل الانسان بهالتجبر اللي عم يعمله قدام ارادة الله الانسان اليوم بخطيات صاير وقح صاير مجرم عم تجرب العذرة بطبطها بامومتها انها تروي وترجع تهدي القلوب وتحر رقلوبنا من الكبريا وتردلنا التواضع تنقدر نرجع نقبل كلمات ورسالة يسوع بدي اقرأ انا وياكن وبخطن فيها احبي ايه اخر رسالة للعذرة هاو كلمات لقلنا والعذرة ما بتحكيهاك بس تتعب حكي كل كلمة استوحت من يسوع ونقلت لنا اياها فيها قصتنا كلمات العذرة فيها قصتنا فيها واجعنا فيها حلم شكلنا خلينا نسمع هادي الرسالة عطيت امباريح بـ 25 تشين بتقول اولاد الاحبة لايكو الكلمات قد ما منقراه ان احنا يمكن بيفوت الروتين علينا منصير نقراه هناك من باب السرعة والعادي اولاد الاحبة هادي سمعت انا من الشهود هونيك ولا مرة قيلة اولاد المسيحية ولا مرة قيلة اولاد الموارنة او اولاد اللبنانية ولا مرة سمت شعب لان بتاعت بر العدرة هي ام كل الشعوب المسلم والمسيح والدرز والملحد وكل الشعوب كلنا اولاد الله احنا قصمنا الدين هون الله بحبنا كابناء لالو انت المسيحي بس بتنطبئ عليك الاي اعطيت كثيرا سيطلب منك كثيرا بقيت الشعوب اعطيه قليلا سيطلب منهم قليلا انت سميك يسوع المسيحي انتم ملح الارض انتم الخميري هيدا اللي بميزك انت اللي عرفت يسوع عن بقية الشعوب مطلوب مني ومنكم نكون خميري نخمر هالمجتمع ونرجع نزرع في بزرة الخير اللي بتطفي الشر اولاد الاحبة عم تتوجه لكل البشر لقد ارسلني العلي لأعلمكم الصلاة اليوم كنت هايك عم بتأمل انا والتلميز شو يعني الصلاة الصلاة مانا عبارية حفظينا ومن كرة مثل اللي عم بيسمع استظهار الصلاة هي لقاء مع الله حديث مع كل مرة بتصلي انت تلتقي بأله تعرفوا بأول اللقاءات شو بصير تبقى هايك كتير رسمية فيها شي من الجفاف فيها شي من الضجر لان رسمية بعد ما بس حلوي كف اللقاءات بعدين بتتوتد الصداة كف اللقاءات ولما بقول لقاءات يعني كف الصلاة تتوتد السقة وبعدين بتبلش العاطفي بس العاطفي ما اجت إلا من وراء سلسلة لقاءات سألوها لفيتسكا شو يعني بتقولي دايما العذرة بتطلب منها نصلي من القلب قلت لهم صلاة القلب بتجي مع مع هاي دي القمة طبع الصلاة لما بتبلش لقاء على لقاء بالأول بتبلش زهين ومشتت ودايق خلقك ومشت تخلق كفي ما تخاف ما عم تتعرف مش هاي كبير بالحب انتو المش جاوزين بيناتنا شو قيلت مرة على الطريق أخدت وجوزت عملت مشوار لقاء على لقاء وأوقات تقبرت وببعدكم وتشارعت وتخنقت وزعلت ورجعت وسمحت بعدين وصل الحب الحب ما بيقوم هيك مشان هيك مانا نصلي ونتعلم من ربنا الصلاة عندما طبيت الصلاة فيها طلوع ونزول مش عطول هي يستاب لها فالصلاة تفتح القلوب تفتح لك قلبك على الله قل لي مع مين بتحكي بقل لك شو نوع تفكيرك لمن بتصلي عم تفتح قلبك على كلمات السماء على الأكيد رح تتلون أفكارك من هالكلمات ورح تصير روحك تشبه أرواح اللي قاعدين فوق وتعطي الرجاء نحنا عالم اليوم عايشين باليأس يا دلي ويا تعطيري ما بتسمع اللي هاك مظبوط لأنا عايشين بقلب المصيبة ومصيبتها هاي المصيبة ما عم نشوف لها قدام في أمل أنه رح تخلص منلاقي الشر متحكم برقابنا ما عم نقدر نكسره عم تطلب العدرة بالصلاة رح يدور الرجاء لما بتقول الرجاء يعني رح يفرجيك الرب الخلاص كيف بي جاي الخلاص جاي ربنا ما بينكسر ربنا ما بيخسر شر ما بيغلب شر وقت آني نهاية سينتصر كل من يؤمن بيسوع ويولد الإيمان ويتقوى الصلاة كل مرة بتصلي متل عندك شطلي وعم تسقي بيصير يقوى إيمانك سقتك بقالله صلي ما تخاف أدعوكم بحب عودوا إلى الله شو طيبة هالإمن قدام هاللغة المقرفة عم نسمعها ما بقى تسمعون تعووا تسمعوا هون هون الحقيقة لأن الله محبة وهو رجائكم نرجع نتبنى الحب ما تخاف تغفر ما تخاف تسامح تعرفوا شو مشكلة المسيحية بمبعدون ما حدا بده يسامح حدا مشان هيك منقسم شرعنا ومشان هيك عم نضعف وعم نخسر وبتعرفوا شو فضيلته الشيطان إنه يفرق يقسم فالح الظاهر فينا منيح ما ننصلي تحتالي يرجعوا بداية بالمسؤولين عنا يتصالحوا ويرضوا إنه ينسوا الماضي ويغفروا لبعض هاكم النقق الله هيدر بربنا إن لم تختاروا الله فلن يكون لكم مستقبل كبير هالحكي نحن نفكر مستقبلنا إنه يردون لمصرياتنا ويرجع الشغل يمشي والصحة تكون منيحة مين قال لكم هالمستقبل مستقبلنا هون كون أحبة لأ الله ها هو ضمانتنا يا ما في ناس عندهم كلها وليوصفتن وبتلاقي بلحظة طار مستقبل ما بنا نعيش بحيات مزيف يا حبيب ما نرجع نعيش الحقيقة بحقيقتها إذا بدكم ياللي هي بأله لهذا أنا معكم لأرشدكم حتى تقرروا الاهتداء وتختاروا الحياة وليس الموت الظاهر العدرة اللي شايفته من فوق شايف الإنسان بقراراته عم يختار يدمر الأرض اللي عيش عليها بس هيك وصف صغيري شايفين كمية المال اللي عم تندفع على الحروب والسلاح لو بيوظفوها بأعمال إنسانية شو ممكن ترجع كرامة الإنسان الداف يشعوب بصير معها تاكل وتتحكم وتتعلم لايكو ساعة اللي ما منختار الله كيف منختار الموت نختار الضمار كنت عم بقرة هيك قراءة صغيرة قال صار صار في أمريكا على حرب العراق 3000 مليار دولار لك لايكو هالرقم بس لايكو وين موصفينه صار رايح فوق المليونان 3 مليون قتيل هونيك لمعترين شو بلا مخ لو هاد الرقم وظفناه بأعمال خير العالم كله كانش عميد سن لقدام عايش ببحبوحة تتشوفوا كيف الانسان عم بنقل موت مبدو الحياة لأن عم يرفض الله عم يدعس ويكسر إرادته بدنا نصلي مع العدرة بدنا نطلب منا ما تتركنا أصلا مش هتتركنا لأن هيقيم نحن بيقى مسل حاجة لزيارتها وتكفي معنا ومعها نقسس متل موعدتنا لربيع جديد ننعم فيه بسلام يسوع إلو المجد للأبد آمين ترجمة نانسي قنقر